السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ والتدابير نورة في الفيديو تاعنا اليوم رايحين تشوفوا معايا طريقتي في تحضير السفنج رايح يكون في مقلات واحدة حيجي منبل ويجي خفيف ويجي فارغ من الداخل ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هذا الخفاف نحضروحنا العائلات الجزائرية كل ما يجي موسم الدراسة نحضروح الأطفال اللي يكونوا داخلين لأول مرة للمدرسة كفال خير عليهم ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيره على بركة الله بالنسبة للمقادير نحتاج كيلو تاع الفارينة رخفاف تاع اليوم حندروا لكم بالفارينة نحتاج كذلك 750 ميلي لتخ من الماء يكون دافي زوج مغرف كبار من خميرة الخبز زوج مغرف كبار من السكب ونحتاج كذلك زوج مغرف صغار من الملح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير أول حاجة لازم نصفي منيح ونصير كامل هديك الفارينة في الفيديو تاع نهاليو ما رحين تشوفوا معايا السفنجة تاع الفارينة وان شاء الله في الفيديو القادمة ان شاء الله هندل لكم الخفاف تاع السميد كما تعرفوا السميد يحب شوية العجين نضيف زوج مغرف صغار تاع الملح زوج مغرف كبار من السكر كما رحكم تشوفوا معايا السكر حطيته بجهة والملح حطيته بجهة وحد اخرى نضيف على هدك السكر زوج مغرف كبار من خميرة الخبز نخلط هدك السكر مع الخميرة والفارينة من جهة وكذلك هدك الملح نخلطه مع هديك الفارينة من جهة الاخرى فهد الطعسة عندي نصري ثلاثة علماء انا ككل هنا استعملت 750 مليلي لتر ملماء المادة دايما نستعمله يكون دافي ما لازمش يكون سخون بزافة لانه حيقتل لنا مفعول تاع الخاميرة هاد الاخفاف حيكون بطريقة سهلة بدون بيض نقليوه في مغلات واحدة حيكون مثل الاخفاف تعسميد ان شاء الله نشمخ كامل هدك الفارينة ونحاول ندخل كامل هدك المفاديك الفارينة دايما ما نضيفه بالعقل بالعقل وما متون ندخله منيح في هدك الفارينة هنا بعد ما كملت النصف ريتلا تعلمه دافي هنا كنت ضفت ارباح ريتلا تعلمه كذلك تكون دافيا نبدأ نضيف فيها سقطوا هاد الربعة ريتلا آخر تعلمه نضيفه غير بالعقل بالعقل وما متون ندخله في هدك العجينة هاكذا بالعقل بالعقل حتى نكمل كامل هدك اربع ريتلا تعلمه ككل هنياز تعملت 750 ميلي لتخ من الماء يكون دافي نكمل نجمع هدك العجينة حتى نتحصل على العجينة تكون طرية نوعا ما الخفاف كما تعرفو يجي العجينة تعوجي خفيفة ما تجيش طرية نقعد نضيف هدك الربعة ريتلا تعلمه شوية بشوية وما متون ندخله منيح لما يدخله هدك الماء نزيد نضيف شوية تعلمه حتى نكمل هدك ربع ريتلا الاخير بعد ما كملت دخلت كامل هدك الماء نحاول نلملع جينة هكذا دايما نعاون نشمخ يديها بالماء ونلمها نحاول أنني نلوزها هكذا ونغطيها ونخليها تخمر للمرة الأولى نخليها في المرة الأولى تخمر حوالي 40 دقيقة حتى يضعف الحجم ديالها بعد ما خمر منيح هدك العجينة وضعفت الحجم التاحها هن رايح نكسر لها الخميرة للمرة الأولى دايما نعاون نروحي نشمخ يديها بالماء ونهبط هذك الخميرة لأن العجينة هنا يتلاسق في اليدين من الأفضل دايما نعاون نروحي نشمخ يديها بالماء ونهبط هذك العجينة وهذه الطريقة بعد ما نهبط العجينة هذك نعاون نلوزها للمرة الثانية ونخليها تتخمر للمرة الثانية حوالي كذلك 40 دقيقة بعد ما تخمرت العجينة للمرة الثانية نحاود نولي لها ونكسر لها الخميرة كما راكم تشوفوا الخميرة هي ضعفة الحجم ديالها عفوا من العجينة ضعفة الحجم ديالها دايما نعاون نروحي نشمخ يديها بالماء باش ما تلسق ليش العجينة في يدي بالنسبة لحالة هو سخون هنا شد لي 40 دقيقة لكن في الشتاء يقدر يشد لكم أكتر من 40 دقيقة في التخمر دياله نهبط منيح هذه الخميرة هنا لأجينا خمرة للمرة الثانية نعاون نروحي دايما نشمخي ديال بالماء من الأحسن لما يكون دافي نلوزها للمرة الآخيرة بعد ذلك نجيب سنيوة ندهنها شوية بالزيت ونبدأ نلوز في هذه العجينة دايما نعاون يديا ندهنهم بشوية بالزيت ونلوز هذه العجينة نحاول ندهن بحجم متساوي دايما نعاون نروحي بشوية الزيت في يديا في هذه المرحلة الآخيرة من أفضل أنكم تستعملوا الزيت وما تستعملوش الماء هاكذا بشكي تقلو هادك الخفاف ماهوش رايح يطير لكم هادك الماء بعد ما كمتلوزت سنيوة الأولى رايح ندهن كامل هاد الأجينة بشوية بالزيت ونحاول لهاد القريات نسجم لهم الحجم التحم ونديرهم بشكل يكون منح نسجم لهم الشكل ديالهم ودائما نحاول ندهن لهم سطح التحم بشوية بالزيت نحاول نعطي لهم حجم متساوي الوحدة اللي نشوفها كبيرة شوية نحاول نقصلها شوية تع العجينة والهاجينة المتبقية نكمل نلوزها كامل بعد ما حطيت الزيت سخنت نبدأ في تشكيل هاد العجينة كما شدوا العجينة هنا يزادت خمرت شوية مدخلوهاش تخمر بزافة حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق فقط نبدأ نحل في هاد العجينة دايما نعاونو نروحي بالزيت بالنسبة للمقلة لازم تحطوا فيها هذه هي لستجوز لخفافتها القبائل المقلة اللي تقلوا فيها ما تحطوش فيها بزافتها الزيت حطوا فيها 3-4 زيت برق لازم كتحطوا الحبات على الخفاف في الزيت لازم الزيت هاديك ما تجيهاش من فوقها ما تتعمرش هاديك العجينة بالزيت لازم توصلها فقط للاطراف برق هذا هو السر تناجحت على الخفاف تا القبائل نخلو العجينة العجينة تا الخفاف الحبات على الخفاف حتى تتنب الكامل وتطلع كامل منيح وتبدأ تكتسب اللون الظهبي من الأسفل كما راكم تشوفوا معايا ندورها ساعة لساعة بعد ما تتنب الكامل خليها لازم ضروري انكم تخلوها حتى تتنب المنيح وضروري انه الزيت ما تقسلكمش الوجه السطح الفوقاني لهاد الحبات على الخفاف بعد ذلك نحكم الزيت مغرفة بمغرفة نبدأ نرمي عليها الزيت ومامطون وراه يزيد يتنفخ ويخرج في هادو كنبابل هاكذا بهذه الطريقة ساعة لساعة نقلبها على الجهة الأخرى ونرمي عليها الزيت الزيت تكون سخونة وهو وراه يزيد يتنبل ويزيد هادي هي راستجوز تعطيها بتاع الخفاف بتاع القبعين ان شاء الله في الفيديو القادمة ان شاء الله رايح ندلكم الخفاف تأسميد هنا صراحة كنت حبا ندلكم الخفاف تأسميد لكن ما كاش عندي الوقت كما تعرفوا الخفاف تأسميد يحب الوقت يحب العجين ان شاء الله نشوفوه معايا في الفيديو القادمة ان شاء الله بعد ما يتحمر من الأسفل نقلبه ونخليه يزيد يتحمر على السطح دياله وفي هذيك الحفرات على الخفاف الحبات على الخفاف رايح نعمرها بالزيت ونخليها طيب حتى تكتسب اللون الذهبي من الأسفل والنحيعة نزيد ندلكم حبة ثانية هنا حكمت عجينة دايما ندير ندهني دياب الزيت ونبدأ نحل في هذيك العجينة نبدأ نحلها أولا في الوسط ونمشي حتى الأطراف حتى نعطيها حجم تحلوهاش بالزافر قيغة ومدخلوهاش خشينا دايما نحطها في الزيت لازم الزيت ما تقسليش سطح الفوقانية الحبة على الخفاف هذا ضروري بشي نجحلكم الخفاف ويتنبل منخلي الحبة على الخفاف الطيب وحتى تتنبل كامل كما راكم تشوفوا معايا بعد ما تتنبل وتكتسب اللون الذهبي من الأسفل نبدأ نرمي عليها الزيت بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا معايا الحبة على الخفاف ويتنبل وتزيد تطلع بعد ما تحملت من الأسفل نقلبها ودائما في هذه الحفرات على الخفاف ندلها شوية تعزيز ساعة لساعة نحركها إن شاء الله تكون طريقة تلقى التعهاد لخفاف مفهومة تسفنج وإن شاء الله تجربوه زيد لها شوية زيت في هذه الحفرات أعليك هنا را هو واجد في النهاية أخيتي ها هو الخفاف اللي كنت حضرته بالفانينة على طريقة القبائل إن شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هذا الخفاف كنت حضرته في مقلات واحدة على طريقة جداتنا إن شاء الله تجربوه وتفرحو بها أولادكم تقدروا تحضروا حتى بنسبة لأخوات اللي ما عندهمش أطفال صغار يدخلوا للمدرسة للمرة الأولى تقدروا تحضروا حتى كفال خير لأولادكم شوفوا خياتي كيفاش يجي خفيف ويجي منبل إن شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيره شوفوا كيفاش يجي جهائل خفيف إن شاء الله أخياتي تعجبكم لا فيديو تعانها اليوم وإن شاء الله تجربوه هذه الوصفات على الخفاف وتفرحو بها أولادكم إن شاء الله إذا أجبتكم لا فيديو تعانها اليوم شجعوني بلايك وكذلك تعليق وبالنسبة للأخوات لماذا لا تشتركوش في القناة تقلهم شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد أتوقلكم إلى اللقاء في فيديو آخر